مع ترقب ساعة الصفر والتي ستبدأ مع أول ساروخ توجهه الولايات المتحدة الأمريكية لنظام الأسد أعلنت قيادة أركان الجيش السوري الحر استنفارا كاملا لكافة طاقاتها حتى تتمكن من الاستفادة بشكل أكبر من هذه الضربة إحداث غرف عمليات موحدة وإعداد خطط عسكرية محكما كانت الخطوات الأولى التي قام بها الحر في هذا الإطار ومن الخطط الموضوعة كانت فتح جبهات قتال جديدة تتيح للجيش الحر الاستلاء على كميات أكبر من الأسلحة والذخيرة إضافة للعمل على تحرير مناطق واقعة تحت سيطرة النظام على غرار مخازن أسلحة حزب الله التي ستطالها الدربات بدون شك في كل من مناطق عيون أرغش وجبل صنين وجرد اليمونة وبلدة مشمش وفق تأكيدات الجيش الحر الجيش الحر بكافة أفراده يراقب التطورات الميدانية لحظة بلحظة إذن والحديث عن محدودية الدربة المرتقبة جعلته يبدأ بالاستعدادات للهجوم وتحصيل أكبر كم من المكاسب في زعزعة النظام بما فيه الاستعداد للهجوم على ضباط وكبار مسؤولي النظام ومنعهم من مغادرة البلاد في حال وقعت الدربة سيما بعد تردد أنباء عن هروب عائلات الضباط وكبار مسؤولي النظام المؤيدين له إلى الخارج مستخدمين في ذلك مطار بيروت وفي هذا الصدد كان المتحدث باسم مجلس القيادة العسكرية العليا لقوات المعارضة السورية العقيد قاسم سعد الدين قد كشف أن الجيش الحر شكل فرقة كوماندوس خاصة لاعتقال ضباط وقياديين في النظام السوري ومنعهم من الهرب أثناء توجيهه الضربة العسكرية المرتقبة ضد نظام الأسد وتقديمهم للعدالة الدولية وأوضح سعد الدين في تصريح صعفية أن الفرقة الخاصة تم تشكيلها على هيئة مجموعات تنتشر حاليا في معظم المدن والمناطق السورية لا سيما تلك الواقع تحت سيطرة النظام بانتظار تنفيذ المهام الموكلة إليها محللون يرون أن التأجيل الذي حصل من خلال إصرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحصول على تفويد من الكونغرس قد أتى في مصلحة الجيش الحر ليتمكن من الاستعداد التام ليكون على أتم الجهوزية من أجل مرحلة قادمة قد تشهد من دون شك انشقاقات جديدة في صفوف قوات النظام بعدما أصبته حالة انهيار تام في معنوياته ترجمة نانسي قنقر